بسبب فريق عبد الحميد بسيوني جماهير أهل بنغازي بيحرقوا ملعب النادي هذه الهزيمة جاءت من فريق الأقدر الليبي في نصف نهائي كأس ليبيا واللي بيضربوا جهاز مصري بقية عبد الحميد بسيوني كانت مجموعة من جماهير ناجي أهل بنغازي الليبي قاموا بحرق أرضية ملعب ناديهم منذ ساعات على خلفية هزيمة فريقهم القروي بالأمس هذه الهزيمة جاءت من فريق فريق الأقدر الليبي في نصف نهائي كأس ليبيا واللي بيضربوا جهاز مصري بقية عبد الحميد بسيوني حيث تأهل الأقدر الليبي النهائي الكأس هناك بعد الفوز برقلات الترجيح على أهل بنغازي بنتيجة 5-4 بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق لتقوم مجموعة من الجماهير بإدرام النار في ملعب تدريب الفريق بمقرر نادي في منطقة الزيتونة احتجاجا على هذه الهزيمة والخروج من الكأس نادي الأقدر يقوده منذ أيام يعني عبد الحميد بسيوني يقوده فنيا هو لاعب الزمالك السابق ومعه جهاز مصري مكون من أحمد صالح مدرب عام ومعتز إينو وأحمد سالم مدربين مساعدين ماضي موسيقى موسيقى